كرسة يا جماعة كرسة بتحصل في الدقائق الاخيرة ربطة الاندية بتقرر استكمال مباراة سموحة وبراميدز بنفس ظروفها من ديئة 49 من احداث اللقاء بحالة الطرد بتاعت سموحة يعني تجيبولي مهندس فرج عامر بحالة الطرد بتاعت سموحة طب كرسة ليه خلي بالك ده خلاف اللي الاستاذ احمد دياب رئيس الرابطة قاله لكل الاعلامين والصحفيين هو بجيبلك من الاخ ده القرار قدام حضراتكم الاستاذ احمد دياب رئيس رابطة الاندية المحترفة قال عكس اللي حصل لكل الاعلامين والصحفيين قال ان المطش هيتعد من الاول طب القرار ده تم السناد فيه الى ايه ها الى ايه ولا حاجة مش فاهمين مش لقين حاجة اعرض لكم اللايحة تيجي نشوف اللايحة ادي اللايحة هل في اي حاجة في اللايحة بتقول ان لازم المطش يتعاد من الدقيقة اللي توقف فيها المطش او يستكمل يعني ده مفيش في اللايحة مفيش طب ايه اللي استند اليه الربطة بصراحة برضو مش عارف مش لاي عمالين ندور ولا وزملاء فريد الاعداد يا جماعة حضرات هات ايه تعال بص من الاول فوق كده قال تقرير مفصلة الاسبابة التي دعت الى كذا 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 واحد اعتمال نتيجة المباراة بإلغاء النتيجة احتسابها 2-0 ده الفريم اخت جيم ده الحالات يعني جيم اعادة المباراة هل فيه في جيم استكمال المباراة مثلا او في دال مفيش استكمال المباراة خلاص بالمناسبة يا جماعة والله العظيم احنا لا ضد ولا مع انا لا ضد بيراميدز ولا مع سموحة ولا ضد سموحة ولا مع بيراميدز انا بتكلم بالليحة وبتكلم بناءا على كلام اللي قاله الاستاذ احمد دياب نفسه قال اعادة المباراة طب ازاي رئيس ربطة الاندية كامل الاحترام والتقدير لشخصه طبعا ازاي يقول اعادة المباراة وبناءا على ايه وازاي يقرق قرار باستكمال المباراة بالمناسبة عشان يكون برضو امين معاكم في اوروبا تقريبا في مواقف انا فاكر حاجة زي كي بس في الشكل ايه الموقف بالزبط او الواقع بالزبط او المباراة بالزبط في مباراة توقفت لاسباب قهرية واستكملت في اوروبا في احدى الدورات في اوروبا وبالمناسبة الاوقع الاستكمال يعني الاوقع الاستكمال بس او فين اللايحة ما احنا لازم برضو جماعة بنرجع للوايح طب هي اللايحة بتقول كده مفيش مفيش حاجة في اللايحة بتقول كده طب احنا ماشيينها ازاي بالحب بالمراضية بالتليفونات عشان اصلي طب دول حيعملولنا مشكلة اصلي دول حيعملولنا ازمة طب بالعلاقات بالامس بالزعل بالتهديد الرياضي طبعا في الشرك الرياضي يعني انها ممكن مالعبش او ممكن ماشيين بطريقة دي انا نفسي قف كلنا نفسينا نف ترجمة نانسي قنقر